من أجل الحرية والاستقلال لأذكركم بمأساته التي تسببت بها النكبة منذ خمس وسبعين سنة والتي لا تزال آثارها تتفاقم بفعل الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا هذا الاحتلال الذي يتحدى قراراتكم التي زادت عن الألف قرار وينتهك مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية بينما هو يسابق الزمن لتغيير الواقع التاريخي والجغرافي والديمغرافي على الأرض من أجل إدامة الاحتلال وتكريس الفصل العنصري الأبارتايج ورغم هذا الواقع الأليم وبعد مرور ثلاثين عاماً على اتفاق أوسلو الذي تحللت منه إسرائيل لا يزال لدينا أمل في أن تتمكن منظمتكم المواقرة من تنفيذ قراراتها التي تقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وتشييد استقلال دولة فلسطين كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية وبالذات القرار الجمعية العامة رقم 194 وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي تؤكد جميعها على عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي وبخاصة القرار 2334 وكذلك مبادرة السلام العربية أيها السيدات والسادة بينما أقف أمامكم هنا تواصل حكومة اليمين العنصر الإسرائيلي اعتداءاتها على شعبنا وتمعن من خلال جيشها ومستوطنيها الإرهابيين العنصريين في ترهيب وقتل أبناء شعبنا وتدمير البيوت والممتلكات وسرقة أموالنا ومواردنا واحتجاز جثامين الشهداء أكثر من ستمائة جثمان محجوزة عندهم لماذا لا أدري على مسمع ومرأة العالم ودون أي رادع أو عقاب أو مساءلة لا بل قد أصبح قادة هذه الحكومة ووزراؤها يتباهون بسياسة الفصل العنصر الأبارتايد التي يمارسونها على شعبنا تحت الاحتلال كذلك تقوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي باستباحة مدينة القدس وأهلها وتعتدي على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية فيها وتخرق الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة وبالذات في المسجد الأقصى المبارك الذي أقرت الشرعية الدولية أنه حق حصري للمسلمين وحدهم بما في ذلك مصلى باب الرحمة وحائط البراق طبقاً لقرار عصبة الأمم عام 1930 كما تمعن دولة الاحتلال في حفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى وحوله ما يهدد بانهياره أو أجزاء منه بما سيؤدي إلى انفجار لا تحمد عقباه ولقد حذرنا مرهراً وتكراراً من تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني